تستمر النشاطات الإرهابية لميليشيا حزب الله اللبنانية في العديد من البلدان لا سيم الأوروبية منها خاصة بعد أن كشفت واشنطن عن معلومات تؤكد وجود مخابئة للميليشيا تحوين تراتي الأمونيوم في العديد من الدول الأوروبية فضلا عن التعاملات المالية للميليشيا الخارجية الأمريكية قالت إن ميليشيا حزب الله أسست العديد من العمليات المالية غير المشروعة في أوروبا منذ عام 2012 والتي كانت تغذي أنشطتها الإرهابية ولعل آخرها ما حدث في انفجار مرفأ بيروت في آبا الماضي في الوقت الذي اكتشفت ودمرت مخازن كبيرة للميليشيا تحتوي على نترات الأمونيوم في بلدان أوروبية مثل بلجيكا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا الخارجية الأمريكية أكدت أيضا على أن ميليشيا حزب الله تقوم بتخزين تلك المواد على الأراضي الأوروبية لأجل شن هجمات إرهابية كبيرة مشددة على ضرورة اعتبار ميليشيا حزب الله بجزئيها السياسي والعسكري منظمة إرهابية صحيفة ساندي تايمز البريطانية أكدت أن واشنطن دعت الدول الأوروبية إلى اتخاذ موقف أشد صرامة تجاه ميليشيا حزب الله والميليشيات المدعمة في إيران في المنطقة تزامنا مع تسارع الخطوات في أوروبا لحظر الميليشيا وإدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية كما فعلت بريطانيا وألمانيا الصحيفة البريطانية أشارت إلى أن هناك تحالف قد نشأ بين ميليشيا حزب الله وجماعة إيرلندية معارضة تعرف بجيش الإيرلندية جمهوري جديد وينص التحالف بحسب الصحيفة على مد ميليشيا حزب الله اللبنانية للجماعة الإيرلندية بالمال والسلاح أما الاستخبارات البريطانية فقد أكدت وجود هذا التحالف حقا حيث بدأ عام 2017 وحصل الجيش الجمهوري الإيرلندي بالفعل على قذائف هاو وأسلحة هجومية كثيرة فضلا عن التمويل المالي من قبل ميليشيا حزب الله بينما أكدت قيام العديد من عناصر المنظمة بزيارة لبنان عام 2018 للقاء ممثلين من الميليشيا اللبنانية ترجمة نانسي قنقر